بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه فيا سادة احنا عندنا شيء مهم جدا حصل تغير شويتين تلاتة في حياتنا اللي احنا عايشينها احنا كنا زمان بنشوف الناس عايشين غرقانين في الرضا غرقانين في طمأنينة القلب قلوبهم مطمئنة حاسين دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم صحيح فيه طائرات متطرفة وطائرات متشددة جات قالت للناس انتوا ازاي يعني بتقولوا ان ربنا راضي عنكم وازاي انتوا في حالة اطمأنينة وسكون كده ما انتم ممكن يكون عندكم معاصي سنوب فلازم ما تطمأنوش كده لازم ما يبقاش في قلبكم مليان الرضا والطمأنينة كده لدرجة ان حصلت بقى اشياء مزعجة جدا جدا بدأ يظهر عندنا ناس بيعبروا مش بس بيشعروا بيعبروا عن حاجة احداث التغير في تدايوننا ايه اللي بيعبروا عنه ده بيعبروا ان هم زعلنين من ربنا مسألة صعبة قوي وبتوجع ولما بتتعرض عليها وبتعامل معاها انا في الحقيقة ببقى مش فقدا جدا عن الشخص اللي وصل لهذا الامر وبحاول بقدر الامكان ان انا اتعامل مع هذه الحالة بحكمة ولكن قبل ما اقولكم احنا ازاي ممكن نتعامل مع الحالة دي وازاي ممكن نتعامل مع الشخص اللي وصل لهذا المستوى في العلاقة بينه وبين ربنا تعالوا نشوف اهلنا وناسنا قالوا ايه عن هذه الظاهرة يعني يزعل من ربنا عشان هو ما عندهوش ثقة كاملة في الله وفي نفس الوقت دايما بصل اللي اعلى منه يعني دايما يقول ليه انا مزاي فلان ورغم انه لو بص تحتها يلاقي ناس اهل منه بكتير جدا فلو هو بص اللي اقل منه هي احمد ربنا ويحس انه معا نعم ما بعدها نعم يعني ليه نسعب ربنا ليه ربنا رووف نحين ربنا رحيم بعباده مهما ان كانوا ومهما ان كانت الارساء ومهما ان كانت الظروف احنا الحمد لله في نعمة كبيرة حدي شي زعل من ربنا لانه كل بيجيبه ربنا كويس يعني الخير خير والشر في داخله خير هو الزعل من ربنا دي بترجع ليلة ايمانه وهو وعدم تربيته لانه في حاجة حديث بيقول لازم نوم بالقضاء والقدر فلازم زي ما بيبقى فيه خير بيعلم ولاد ان فيه شعر وزي ما بيرضوا بالحيل استحملوا الوحش وكله من انفسنا استغفالله العظيم يا رب ده احنا كلنا خلي الله ما بيش حد يقدر يزعل من 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 اللي خله يعني عندها قلة ايمان ضعف ايمان ومفروض لحد ما بيش حد به رب من قدر الله يعني ربنا بيجيب كل حاجة كويسة بس احنا المؤثرين في حق ربنا لا طبع ما حدش يقدر رزع من ربنا ولازم لوحد يرضى بالقضاء ربنا بس في كل الاحيال يعني في كل الاحوال يعني ربنا ما بيقدر شي فالواحد ما يعتردش على قضاء ربه يعني ربنا اللي يزعل من نفسه مش يزعل من ربنا يزعل من نفسه انه هو مراضاش ربنا انما يزعل من ربنا ده خلل ربنا ما يتزعلش منه لانه هو اللي خلق خلقك في بطنمك وغزك من بطنمك وانت ما شفتوش لو كل واحد طبعا عنده يقين ان دي أقدار وحاجات مسلم بها إيه اللي هيزعله من ربنا؟ لو زعل من ربنا يبقى هؤوا ما عندوش إيمان ولا عندو دي إنت تزعل منه ليه؟ إنت ما ينفعش تنام وتستنى ربنا يرزقك ما بينفعش تنام وإنت تستنى المعاش ووصلك أخر شيء لا 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 طبعاً طبعاً نفيش حاجة كل ربنا كاتب لنا حلو الوحش بس اللي من نفسنا وبعدين هو أدام بيفكر في كده ده إيلة إيمان احنا عادين بقى مع الناس اللي حضركم اتكلمتوا معاهم عنهم لأن الظاهرة دي ما بقتش ظاهرة إليلة الظاهرة دي ممكن بعض الناس يشوفوها أن هي متصلة شويتين تلاتة بالاضطراب النفسي ممكن بعض الناس يشوفوها زي كتير من أهلنا وناسنا اللي كانوا بيتكلموا في التقرير أن هي متصلة بتراجع الإيمان بس أنا في الحقيقة أنا شايف أن احنا لازم نتعامل مع ده بشيء من التقى ده وشيء من التفاهم يعني ايه أتفهم عشان أتفاهم حد مش لازم أكون قابل اللي هو بيقوله لكن أنا لازم أفهم ده وفعه في بعض الناس وهم بيتعاملوا مع ربنا بيتعاملوا مع ربنا بطريقة غلط ودايماً بينتظروا من ربنا سبحانه وتعالى أنه لازم يحقق لهم اللي هم عايزينه وده خطأ كبير في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى نعم بس إحنا في نفس الوقت لازم وإحنا بنحلل ده نحلله بهدوء مش هينفع أن إحنا نوكيل اتهمات للناس هو مش هيتغير عن ده إن أنا أقوله على فكرة ده نقص في الإيمان مش هيتحل مشكلته بإن أنا أقوله على فكرة أنت لو كنت من أهل الرضا ما كانش ده حصل لكن إحنا محتاجين إن إحنا نحلل ده ونتعامل معاه ما حدش قال عن قبله بس نعرف إيه أسبابه لو أقول لكم إيه أسباب ده من تحليلي أنا الشخصي اللي أنا شفته في الواقع في ناس كتيرة عندهم سقف أحلام وجه حد من التدائم نتكمل وده أقول لهم على الخط وأقول لهم على فكرة في حاجة معادلة بينكم وبين ربنا المعادلة بتقول إيه بتقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعاني يا سيدي استنى استنى وإنت أول ما تدعي ربنا ربنا يحقق لك دعوتك لو إنت صادق مع الله ولو إنت مؤمن فيبأ أول حاجة بوزة الدنيا هي فكرة الارتباط الشرطي الارتباط الشرطي اللي حصلت فالارتباط الشرطي ده خلى الناس في بعض الأحيين يبدأوا يزعلوا من ربنا لأنه محقق لهمش اللي هم عايزين ويبدأ يزعل لدرجة إنه ممكن يشك والعياذ بالله في الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى سمعه وإن الله سبحانه وتعالى حابب إنه هو يذكره طب هو بيقولك إذا كان ربنا سمعني وحابب إنه أنا أذكره ليه ومستجب ليش وهنا تيجي بقى حكمة سيد بن عطاء الله السكندري في الرد على هذا التساؤل ويه التعامل مع هذا السبب بيقولي يا سيد بن عطاء الله السكندري لا يكن تأخره لا يكن تأخره أمد أمد العطاء مع الإلحاحي في الدعاء يعني إيه ما يكونش لما يتأخر عليك زهور الإجابة لأننا دايماً أقولكم حاجة وإحنا من الكلمة لا يكن تأخره أمد أمد العطاء مع الإلحاحي في الدعاء موجباً ليأسك يتسبب في يأسك ليه طيب قل للحكمة بسرعة حقني بالحكمة سيد بن عطاء يقولك فهو ضمينا لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد هنا نقف شوية تعال أقول لكم القصة فاكرين السورة اللي جات وجات السورة ديت ويبت بييد لنا وسع الأفلاك إزاي السورة دي وسعة قوي وهل فيه وبدأ الناس يتساءلوا وهل فيه حيوات وفيه أحياء في المجرات الأخرى وفي الكواكب الأخرى أنا همني إيه من الساعة دي أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير هو عالم بكل ده فأنت بتقول أن أنا دعوت الله ولم يستجب لي كيف لا يستجب لك هو في أني حياة ولا في أني بعد ما استجب لكش ده حياتك واسعة قوي تعال أضرب لك مثال هو إحنا دلوقتي قاعدين هل حد فيكم سامع الراديو ما حد سامع الراديو طب هل ده معنى ده أن أثير الراديو مش موجود أي حد معه قبل كيش أنه يفتح هيسمع الراديو بس إحنا نستمعينه دلوقتي وهو موجود فمين قال لك أن الإجابة بتاعتك ما حصلتش في عالم من العوالم اللي أنت بتعيشها سواء عالم الأفكار بتاعك أو عالم المستقبل أو عالم الحاضر اللي هو فيه عوالم كتير اللي منه عالم العلاقات اللي أنت مش عارف إيه اللي بيحصل فيها فربنا أجي تستجب لك وعشان كده سيد بن عطاب يقول لك أنه استجب لك فيما يختاره لك فين أحسن حاجة تساعدك فين أحسن حاجة تصلحك ربنا استجب لك فيها وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد واستجب لك وفي الوقت الأحسن لك ويا ما ناس دعوا بحاجاته وبعد كده لما يجي المستقبل قال دره ربنا استجب لي في ساعتها كنت ضيعتي ده كله لكن ربنا سبحانه وتعالى ادهوني في الوقت اللي هو أفضل وقت لي وعشان كده لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى مش خلقنا علشان يعذبنا او يشئينا طب احنا ليه بنحس في بعض الاحيين ان الحياة كلها عذاب اول حاجة علشان ما يحصلش ده لازم توصل للنعم اللي من بين ايديك وتنظر وتبطل النظر اللي انت افتقدته يبقى اول حاجة تنظر للنعم الكتير اللي ما بين ايديك بل الانسان على نفسه بصيرة تعود ان انت دايما يبقى عندك نظر في نفسك في بصيرة في نفسك على النعم اللي انت عايشها الحاجة التانية ان انت لازم تشوف ان احنا دايما نشوف ان مفهوم العذاب ده غلط ربنا سبحانه وتعالى لما بيديلك الحاجة بطريقة معينة هو مش قاصد يعذبك هو قاصد يهذبك يعني ايه يهذبك يخليك احسن وعشان كده الناس ممكن ما ترضاش عن ربنا وتزعل منه لا اكتر من سبب ممكن نجمعهم في سببين السبب الاولاني عدم تحقق الرغبات والطموح انا عايزة انجح عايزة ابقى غني عايزة اتجوز عايزة سافر عايزة اشتغل في مكان معين كل ده السبب التاني الابتلاء بما تكره حد يحصله وفاة حد يحصله مرض حد يحصله فشل فيبقى من مظاهر الزعل ان احنا بينا نشوف بقى ضيء الخل ويبقى السخط الدائم وكتر الشكوى وكتر الحزن وخصوصا على اللي فات لكن التفكير المستمر في الماضي بيبقى اكتر حاجة بتقلب علينا وبتخلينا في هذه الوضعية غير مناسبة لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الصحابة وصفهم بكلمات جميلة قال فيها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم يبقى الله سبحانه وتعالى وصف الناس دولة انهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى والله رضى عنهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فلازم الإنسان يكون مؤمن أن كل الأشياء بقدر عند الله سبحانه وتعالى وكل ما يجريه الله سبحانه وتعالى عليك فيه خير ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العبد دايما أمره خير عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذا أصبطه صراء شكر فكان خيرا له وإن أصبطه ضراء صبر فكان خيرا له يبقى إلا حاصل ببساطة خالص إن الله سبحانه وتعالى جعل حال المؤمن على طول الوقت في الخير طب نعمل إيه عشان نقدر نحسن نفسنا وأنا بقى أسميه نزيد المناعة عندنا ونزيد البهجة الإيمانية الإيمان يبقى بيزودنا بهجة يبقى عندنا صمود وعندنا بهجة أول حاجة قول حين تمسي وحين تصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه ولا تتعجل تاني حاجة ما تتعجلش الإجابة ما تتعجلش إجابة الدعاء ولأن حضرة حصل ورد عن حضرة النبي يستجاب للمرء ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله يقول دعوت فلم يستجب لي فما تتعجلش وفي حاجة تالتة لازم تتعود أن أنت تقولها لازم طول الوقت أن أنت بدل ما تزعم ربنا أنه لم يعطيك شيئا جديدا أنت عندك حاجة مهمة جدا جدا إيه هي أن أنت تستثمر النعمة اللي عندك خليك كل يوم استثمر نعمة جديدة عندك فكر في النعمة اللي عندك واستثمرها عد بص تلاقي حياتك أوسع بكتير من اللي أنت تتصوره وآخر حاجة دايما خلي ليك دعاء وسر بينك وبين الله لما يجيلك الزعل ده ودايما أنا بحب دايما لما يحصل الحالة والحالة دي إن أنا أقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي لو قلت ده عشر مرات صدرك انشرح وإن شاء الله ربنا يبرك لك وينزي عليك من الألطاف وفيتسع بيك الحال يا رب يا لطيف جعلنا دايما من أهل الرضا وأرنا رضاك في تيسير حياتنا وأرنا رضاك في وصل دائما دائما بك يا رب العالمين واغفر لنا ما كان منا من تقصير واجعلنا يا ربنا ممن يعيشون معك وهم يعلمون أنهم في حضرة الكريم الكبير يا رب العالمين